كغيرها من مستشفيات الجمهورية يعاني مستشفى الديث الشرقية بمحافظة حضر موت من تردي وتراجع الخدمات الصحية بسبب ما تمر به البلاد من أحداث وأزمات متتالية ألقت بظلالها على ضعف الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى إما بسبب نقص الأطباء والممرضين والكوادر الفنية العاملة في القطاع أو بسبب النقص الحادف الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية فمنذ سيطرة الميليشيات على الدولة عجز مكتب الصحة بحضر موت على دفع رواتب البعثات الطبية الأجنبية المتخصصة في الجراحة العامة والنساء والولادة مضطرها لمغادرة البلاد تاركين خلفهم فراغا كبيرا تجرع ولاده المواطن البسيط هذه المجرية تعتبر من المجريات الريفية وتفتقر إلى العديد من الخدمات الصحية مثل جوز جراح والجوز خصائي جراح عامة والجوز خصائية في التوليد مضطر المواطنون هنا لإجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة والبعيدة التي تكلفهم دفع مبالغ مالية كبيرة ومعها تزايدت معاناة المواطنين ونتيجة لذلك أقامت مؤسسة طيبة للتنمية برنامج طبيب طيبة الزائرة التاسع والسبعون في تخصص الجراحة العامة تم خلال البرنامج إجراء أكثر من ستين عملية جراحية متنوعة مجانا في سعيها للتخفيف من معاناة المواطنين أتى هذا البرنامج لصد الحاجة الماسل للناس والمواطنين الساكنين في المنطقة طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفترة حوالي أكثر من 35 عملية جراحية مختلفة بين متوسطة وكبيرة تم إجراءها من قبل الفريق كامل من قيد الدكتور فهم عرم ويأمل المواطنون استمرار مثل هذه البرامج والمخيمات الطبية التي تساهم بشكل كبير في التخفيف من معاناة التنقل ودفع التكاليف الباهضة في المستشفيات البعيدة والخاصة حداد مساعد قناة بلقيس الديس الشرقية حضر موت